أصدقائي شلومكم؟ أتمنى تكونون بخير أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد في قناة الاستثمار في العملات الرقمية اليوم سنتكلم عن أقوى طرق الربح من منصة باينونس يعني تقدر تجعل لك دخل شهري كبير بدون ما تصرف أي شيء طبعا في البداية أدعوكم إلى الانضمام إلى قناة التليجرام قناة التليجرام قناة تكميلية لقناة اليوتيوب ننزل بيها ايريدروبات اكتتابات أخبار ومعلومات الرابط موجود في صندوق الوصف نرجع إلى موضوعنا طبعا من أفضل طرق الربح من منصة باينونس يعني تقدر تحصل على دخل شهري بدون ما تتداول أو تعمل شيء حاليا احنا في تطبيق منصة باينونس اللي هو تقدر تفتحها من الاندرويد أو الايو اس تروح على مثل ما تشوفون هنا على كلمة المزيد بعد ذلك ننزل في الأسفل لاختار ربط الحصة نضغط على ربط الحصة مثل ما تشوفون عدنا حاليا اللي هو التغزين وعدنا ربط الحصة ديفاي فعلة على يعني عدنا اثنين رح نتكلم عن التغزين في البداية وبعدها نتكلم على ربط الحصة ديفاي طبعا التغزين هو انه تخزن عملاتك لوقت معلوم يعني يكتب لك مثلا على سبيل مثال عشرة أيام أو ثلاثين يوم أو ستين يوم أو تسعين يوم ويعطيك مقابلها عشرين بالمية يعني كمكافآت وفائدة أو خمسة وثلاثين بالمية كل عملة لديها مثل ما تشوفون نسبة مئوية تحصل عليها عند التغزين هذه العملة على سبيل مثال لمدة ثلاثين يوم أو ستين يوم أو تسعين يوم على سبيل المثال عدنا عملة السولانة نضغط على كلمة تغزين مثل ما تشوفون هنا لازم تكون عدك عملة السولانة طبعا إذا ما عدك تقدر تشتري من منصة Binance هنا نتخلي المبلغ حاليا إذا خزننا عملة السولانة يقول لك الحد الأدنى للتغزين هو واحد سولانة والحد الأقصى هو ألف سولانة طبعا إذا خزنت واحد سولانة على سبيل المثال لمدة ثلاثين يوم راح تحصل نسبة مئوية اللي هي 7.29% طبعا هذه النسبة هي نسبة سنوية أمننا أنا محدد لك تاريخ ربط الحصة يعني أيضا تاريخ الفك التاريخ الانتهاء تاريخ الاسترداد المبلغ كل هذا مكتوب طبعا مثل ما تشوفون هنا ثلاثين يوم تقدر تستخدم الثلاثين يوم وأيضا الستين يوم تقدر ولكن التسعين يوم ما تقدر اللي هي تحصل على ما يقارب عشرة بالمية حاليا طبعا تم البيع مثل ما تشوفون هنا لقد تم بيع المنتظة أو نقول صار فول حاليا مع هذه اللي هي تسعين يوم يعني كل العالم خزنت اللي عده خزنت تسعين يوم وكتفوا من هذا العدد اللي هو تسعين يوم عدك حاليا ستين يوم تخزن عملة سولانة أو ثلاثين يوم طبعا طريقتها سهلة تختار الرقم اللي تريده مثل على سبيل المثال واحد سولانة طبعا هو لا يوجد رصيد ولكن بعد ذلك تضغط على كلمة هذا السهم لقد قرأت ووافق الشروط وتضغط على كلمة تأكيد رح تربط عملة سولانة ترخزين لمدة ثلاثين يوم وهكذا طبعا كل العملات الموجودة اكو عملات يعني انباعا يعني ماكو مثل ما تشوفونها عملة سولانة ايضا عملة دي اي ار ايضا ماكو يعني التغزين لمدة ستين يوم ومباع انتهى اللي تاخد نسبة تطنعش بالمية يعني تقريبا اكثر العملات موجودة تقدر تشوف اذا عدك عملة حاليا السوق يعني في انخفاض الافضل واحد يقدر يخزن عملاته طبعا هاي بعد كل شخص تابعه الي اللي يحب يخزن او اشخاص يقول لك انا ما ريد اخزن طبعا تروح الروح على طريقة ربط الحصة ربط الحصة هذا يكون مرن مثل ما تشوفون هنا نقدر نسوي ربط حصة لعملة البي ام بي لعملة اليو اس دي تي البي يو اس دي يعني هذه العملات الان ما توجد عملات كثيرة فقط هذه العملات ايضا البيتكوين تقدر تسوي لربط هذا يكون مرن في اي وقت تقدر تسوي لربط حصة على سبيل المثال عملة البي ام بي تضغط على كلمة تغزين 5% تقريبا اللي هي النسبة المئوية الأرباح تكون 5% و23 الحد المتاح طبعا أو الحد الأدنى اللي هو جدا قليل 0.401 يعني سنتات تقدر تخزينها لأن هذه مرنة الحد الأقصى 500 بي ام بي طبعا في أي وقت تقدر يسوي تغزين وتقدر تفتح التغزين لهذه العملة على سبيل المثال تكتب حد أقصى تقدر تخزين مثل 0.005 9 حاليا راح نخزين اللي هي ما يقارب 3 دولارات من عملة البي ام بي وبعد ذلك تضغط على كلمة تأكيد يقول لك مثل ما تشوفون الآن تم تأكيد الحجز المبلغ المجمد هو 0.005 9 من عملة البي ام بي تقدر تضغط على الانتقال إلى المحفظة هنا يطلع لك مثلا هذي المبلغ من عملة البي ام بي اللي هو مخزنا حاليا تطلع لك هنا الفائدة اللي راح تاخدها يعني الاشتراك ايضا تقدر تسوي استرداد للمبلغ مباشرة لأن هذا مرن وتحصل عليه هو 5% طبعا اذا تريد تسوي استرداد تسحب عملة البي ام بي تضغط على كلمة استرداد تسوي حد اقصى تقول اللي قد قرأت ووافق وبعد ذلك تضغط على كلمة تأكيد حاليا تم استرجاع المبلغ مثل ما تشوفون تم تأكيد الاسترداد يعني مباشرة باي وقت تقدر تسوي خزين وتقدر تسوي استرداد الخزين تقريبا هذا تشان كل شيء راح أخلي لكم ايضا رابط منصة في الصندوق الوصف تقدر تسجل في المنصة وتاخد بونوس عند تسجيلك 30% اذا سجلت من خلال الرابط لا تنسى دعم القناة بلايك وكمنت وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد مع السلامة